أريد أن أعرف المستوى العديد للأفريكي مالذي لليج أو العديد تشارك فيه؟ وأيضاً من الكواليس كثير جداً جداً، لا أحاول. من كواليس كثيرًا انفراد حصل واحدًا في المغرب۔ وبين التواصل مع أصدقائنا من المغرب. المغرب حيث يحاول خطف بطلت السوبرليج وتحويل... خطف الشرع؟ طبعاً يحاول إصدفتها على أرضه، والحاول إصدفتها على أرضه وتحويل النظام من أنها ذهبه وعودة، كما هو معروف حتى الآن وأنا بقول محاولة لسه الموضوع لم ينتهي الجامعة الملكية المغربية والأستاذ فوزي الأقجع بيحاولوا نقل البطولة بطولة مجمعة تقام بالكامل في فترة العشرين يوم من عشرين أكتوبر لعشر نوفمبر في المغرب لأنه الوداة كده كده مشارك في البطولة أما فيما يخص ما هو معلن حتى الآن إحنا بنتكلم على تمام فرق هيلعبوا زهابوا عودة بنظام خروج المجلوب حتى المباراة النهائية عرفنا من مصادرنا أنها تبقى على مباراتين الاتحاد الأفريق لم يعلن حتى الآن المباراة النهائية تبقى إيه المباراة النهائية هتكون إيه المباراة النهائية هتكون على مباراتين لسه الاتحاد الأفريق ما أعلنش نظام مباراة نهائية ومباراة أحد أثنين بس أنا أقولك أنها تكون على مباراتين المغرب لو خدت البطولة هتتحول النظام البطولة لبطولة مجمعة مش بخروج المغلوب وهتبقى مجموعتين ده فيما يخص محاولات المغرب للإصدافة بطول السوبرليج فيما يخص معنا كمان صورتين من استاد القاهرة استاد القاهرة بدأ يا كريم النهاردة ومكن ده بعض الناس شاهدته وتسأله حتى هو ليه في إصلاحات في استاد القاهرة دي تنفيذ مطالب هاتف الصورة جماعة تنفيذ مطالب السوبرليج لإجراء إصلاحات لمأسورة الصحفيين وبعض الإصلاحات الداخلية لكن دي فيما يخص لمأسورة الصحفيين ونشوف الكراسي كلها متشالة وده طبعاً الفرق التي تقهلت المستوى الأول ومستوى الثاني فرق المستوى الأول هتلاعب في مواجهة ذهب وعودة بالقرعة اللي هتبقى يوم 15 يوليو الأهلي والوداد الترجع سندونز وليش هيلعبوا بعض الأهلي والوداد وترجع سندونز وليش هيلعبوا بعضه في الدور الأول هيلعبوا فريق من الفرق اللي فيه إلصف الثاني الإصلاحات اللي بيعملها استاد القاهرة دلوقتي عشان بطولة السوبرليج بالتنصيق معهم بالمناسبة أربع ملاعب من التمانية كان مطلوب منهم إصلاحات منهم ملعب الوداد زون ستة تم الانتهاء منها قبل مباراة الأهلي والوداد الأخيرة في مراقب محمد الخامس